السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم إخواني مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة على قناتكم قناة عبد الرحيم ألوها إن شاء الله في هذه الحلقة سنحاول يعني البدء في يعني دورة جديدة في الـ HTML والـ CSS وبعدها مباشرة إن شاء الله سننتقل إلى أحد فريمورك في الـ CSS طيب في هذا الفيديو خاصة سنحاول أن نتعرف يعني كما فعلنا في سنحاول أن نتعرف على يعني HTML ما معنى هل يعتبر لغة ما فائد ما ضو في صفحة على موقع وهل جميع الموقع يعني مكونة من هذا كله سنتعرف عليه في هذه الحلقة إن شاء الله طيب أول شيء سنتعرف عليه إخواني مشاهدينا هو HTML يعني abbreviation لـ HTML يعني هو مختصر يعني هذه الكلمة هي مختصرة للـ HTML وتعني stands for hypertext markup language يعني اختصار لها تم عمل اختصار لها وتعني يجب أن نعرفها إخواني مشاهدينا يعني تخيل مثلا في أنت في مقابلة يعني يمكن أن تحدث لك أنت في مقابلة ويقول لك نعم أنت يعني أنت تبرمج بـ HTML نعم تقول له نعم يقول لك ماذا تعني HTML يعني يجب إخواني مشاهدينا يعني أن نكون ضابطا لهذه الأمور هنا أنصحكم إخواني مشاهدينا يعني قبل البدء في أي لغة برمجية كيفما كانت يجب أن نقرأ documentation يعني لهذه اللغة البرمجية يعني أن نعرف التاريخ هذه اللغة البرمجية أصل هذه اللغة البرمجية مطور هذه اللغة البرمجية لماذا طورت هذه اللغة البرمجية يعني ما المشاكل التي جاءت لتحلها هذه اللغة البرمجية يعني لأنه يعني أي لغة برمجية يعني جاءت لحل مشاكل إخواني مشاهدينا طيب كما قلنا HTML stands for Hypertext Markup Language يعني الاختصار لHTML كما ترون H-T-T-M-L H-T-M-L Hypertext Markup Language طيب ومطور هذه يعني يمكن أن أعتبرها لغة سنتعرف من بعد يعني ملفق باللغة وHTML مطور هذه اللغة هو Tim Berners-Lee وطورت هذه اللغة في 1997 طيب هنا مجموعة من الناس يسألون يعني ما الفرق نسمع يعني أو سمعنا بالXHTML والHTML5 والHTML طيب ما الفرق من الXHTML والHTML5 والHTML طيب فإخواني مشاهدينا الHTML والHTML5 والXHTML فالHTML هو اللبنة الأساسية لجميع المواقع يعني كما قلنا مثلا إذا ذهبنا إلى Python إذا ذهبنا إلى Python توجد Python وتوجد نسخ من Python مثلا 3.8 3.9 وأيضا هنا في HTML توجد نسخ من HTML يعني أن HTML هي اللبنة الأساسية والXHTML والHTML5 هي فقط نسخ من HTML طيب جميل جدا يعني نجيب أن نعرف أن HTML لا بين الأساسية والHTML5 والXHTML هي فقط نسخ من HTML طيب ما الفرق من HTML5 والXHTML يعني نسخة نعرف أنهما نسخة من HTML يعني نسخة من HTML لكن ما الفرق بينهما طيب هنا إذا أردنا أن نعرف الفرق بينهما يجب أن نرجع للتاريخ كما ترون أن HTML تم تطويرها في عام 1997 يعني في نفس العام الذي طورت فيه HTML طيب ومن وصفات HTML أو XHTML هي أنها كومبلكس يعني صعبة المبارسة أو صعبة يعني البرمجة يعني مثلا من الأشياء التي يعني تتميز بها الXHTML يعني التي تجعلها صعبة يعني صعبة هي أنك مثلا إذا كنت تريد فقط أن تدرج فيديو في موقعك يعني ستحتاج لآلاف وآلاف من السطور البرمجة وآلاف من السكريبتات إخواني مشاهدين لذا يعني تفاديا لكثرة الكود جاءت يعني بديلة التي طورت في ألفين وتمانية ومن يعني وهي آخر آآ يعني آخر نسخة إلى حد الآن إخواني مشاهدين إلى حد هذا الفيديو كما قلنا في ألفين وتمانية ومن يعني ومن مميزاتها يعني في البرمجة لا توجد أي مشاكل والعكس أنها يعني تسهل علينا بناء مواقع طيب إخواني مشاهدين هذا يعني فقط يعني مقدمة عن الـ HTML و الفرق من XHTML والـ HTML والـ HTML5 طائب هنا مثلا إذا ذهبنا إلى أي موقع كما ترون أنا فتحت جوجل كما ترون وضغطنا على انسبكت سنرى الـ HTML لإخواني مشاهدين كما ترون هذا هو HTML يعني code HTML وهذا الذي يقرأه الـ browser كما ترون إخواني مشاهدين هذا يعني الملون به له الأزرق هذا الذي يقرأه الـ browser يعني هذه اللغة التي يفهمها الـ browser يفهم style يفهم body يفهم head يفهم HTML يفهم doctype يعني هذه الأشياء ولا يفهم هذه الأشياء الأخرى كما ترون هذه الأشياء التي بين هذا الـ tag يعني سنعرف من بعد ما هو tag يعني لا يفهمها الـ browser وفقط يفهم هذه الكلمات باللون الأزرق إخواني مشاهدين كما ترون عنهد HTML و style ويعني مكونات أخرى كما ترون سكريبت نسبة لجافا سكريبت طيب كما ترون إخواني مشاهدين فهنا نستنتج أنه جميع المواقع يعني لا يوجد موقع ما أنك يعني منذ أن فتحت يعني منذ أن فتحت جوجل وضغطت على أي موقع فأنت تعمل بالـ HTML أو ذاك الموقع يعمل بالـ HTML يعني لا يوجد لا يوجد موقع بدون HTML إخواني مشاهدين إذن HTML هو اللابنة الأساسية لجميع المواقع أخواني مشاهدين يعني يجب أن تترسخ في ذهوننا يعني أنت لديك فكرة وتريد أن مثلا بناء موقع فضروري أن تتعلم الـ HTML والـ CSS وأشياء أخرى يعني إخواني مشاهدين من الـ frameworks أي آخره إخواني مشاهدين يعني إذا كنت يعني هدفك أن تبني موقع أو تبرمج موقع يعني فيجب أن تتعرف على HTML يعني مصار واضح إخواني مشاهدين كما ترون هذا هو Code HTML الآن إخواني مشاهدين تعرفنا على هذه البريزنتيشن وفي فيديو آخر إن شاء الله لكي نطولها في هذه الفيديوهات فيديو آخر إن شاء الله سنتعرف على بنسبة الـ HTML والـ CSS أيضا سنقوم بجمع ما في فيديو واحد وسنتعرف على أشياء أخرى إخواني مشاهدين سنتعرف على بنسبة الـ HTML يعني الـ HTML الـ Heed الـ Body وسنتعرف على شميع هذه الأشياء إخواني مشاهدين إذن إخواني مشاهدين كان معكم أخوكم عبد الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا تنسوا دعمنا موسيقى